يتقدم فريق الوحدات حتى اللحظة بهدف دون مقابل على الفيصل ضمن مبريات الجولة الخامسة من دور المحترفين وإلى أجواء المبرى ينضم إلينا من محيط سادي عمان الدولي مراسلنا عامر الفاعوري عامر إلى عامر كيف هي الأجواء من حولك بعد تسجيل الوحدات هدف المبرى الأول نعم نجم تحدث عن الأجواء الأجواء أكثر من رائعة جمهور الوحدات منتشي بهدف الذي جاء في الدقيقة السادسة والأربعين عن طريق ركل الجزاء نفذها كابتن الفريق في رأس شلباية هدف وتقدم للوحدات مباراة أوفت في وعودها فنيا في الشوط الأول نوعا ما الوحدات تقدم في النتيجة يتبقى ما يقارب الأربعين دقيقة الفويسلي سيحاول العودة الفويسلي بحاجة تجنب الخسارة على أقل تقدير وأيضا فوز الوحدات في هذه المبرى سينعش أماله كثيرا وسينعش جماهيره أيضا معنا كبير مشجعي نادي الفويسلي خالد السمام عزرقاوي خالد الله يعطيك العافية يعني تقدم للوحدات بالتأكيد سيربك حسابات الفويسلي في الجولات خصوصا الفويسلي تأثر أكثر من مرة في بداية الدوري تعليقكم كجمهور أول شي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا إليك أخويا عامر شكرا لقرأت رؤية فعلا أنه يعني كهدف أول تقنائنا ضرب الجزاء من نادي الوحدات الشقيق يعني يكان صد من الجماهير نادي الفويسلي احنا كنا الأفضل في بداية المباراة وكنا يعني حاولنا نسجل أهداف لكن قدر الله ما شاء فعل في أنه كمان شوط ثاني خمسة ربعين دقيقة فإن شاء الله بإذن الله الفويسلي بعوضها احنا أملنا باللعيبة ما يزعله الجماهير إرضاء للجماهير هو الفوز اليوم هناك أمر ملفت جمهور الفويسلي يعني لم يسمط طيلة اللقاء حتى عندها تسجيل الوحدات لهدف أيضا جماهير الوحدات كان لها دور هي نعم أخي عامر أنه أعرف أنه إحنا دورنا بالمدرجات أن تحفيز اللاعبين انتصار على نادي الوحدات فإن شاء الله بإذن الله هسا الشوط الثاني بيبلش ورح نفوز بإذن الله ونلتقي بعد المباراة ونقول للجمهور الفويسلي مبروك وشكرا إليك أنت دايما تكون موجود معنا والشيء الله الفويسلي يكون قده لأنه دايما يعني اللاعيبي لازم يقدموا اللي عندهم إحنا بتمنى اللاعيبي يقدموا اللي عندهم هاي رسالة يعني إحنا منتعب عشانكو فأتمنى أن نقدموها إرضالة جماهير ما بدنا إحنا بشيء بس أنتو فوزوا هالمباراة لأنه بصراحة مباراة وحدات وفيسلي لازم يكون فيها واحد قوي كل التوفيق كل التوفيق الأفضل شكرا خالد يعني هذه كانت الأجواء بشكل عام الوحدات يتقدم بهدف مقابل لشيء ما زالت دايما لم يبوح بكامل أسراره أعود لك نجم في استوديو الأخبار عمر فعوري كنت معنا من محيط السادي عمان الدولي شكرا جزيلا لك أنهى المنتخب الوطني تحت سن العشرين عاما معسكره التدريب والذي أقامه في مدينة دبي وذلك تأهبا للمشاركة بالتصفية الأسيوية والتي ستنطلق في الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي في قطر وتخلل المعسكر مواجهتان تدريبيتان للمنتخب حيث تغلب في اللقاء الأول على فريق شباب أهل دبي بهدفين مقابل هدف واحد وتعادل مع فريق الخليج بهدفين لمثلهما حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للعبين وذلك استعدادا لخوض منافسات التصفية القارية حقق المقاتل الأردني عبد الرحمن لحياصات واحدة من أقوى المفاجآت في نصف نهاء PFL لوزن الريشة وذلك بعدما أطاح بمنافسه السعودي عبد الله القحطاني حيث فاز الحياصات على القحطاني بقرار إجماع الحكام بعدما سيطر على الجولتين الثانية وثالثة من النزال وحقق المصري عمر الدفراوي فوزا مذهلا بالضربة القاضية الفنية على خصمه الأردني جراح السلاوي أحد أبرز المرشحين لللقب وذلك ضمن منافسات نصف وزني الوالتر الحمد لله رب العالمين اليوم أنا مثل ما أعدكم فست على عبد الله قحطاني بين أرض وجمهوره وهاي تاريخية ستسجل بالتاريخ لأنه أنا مقاتل جاي أحفر بالحجر وجاي أفوز وأحقق إنجازات أنا مش جاي أمزح ومج جاي ألعب أنا جاي أفوز عبد الرحمن حياة صاد جاي مع مروض الأسود كوتش علي تعمري إنفوز إن شاء الله بإذن واحد أحد هرقع مصر بالحزام ولسه يعني المشوار مخلصش دي كانت أهم خطوة وأصعب خطوة وأنا النهاردة يعني مش هاد أقول أنا ومش أنا قراح أفضل مقاتل في العالم بتاريخ العرب وأنا خلص قراح في بري يعني بري أورديناري فاشن والحمد لله دا توفيه من عند ربنا تفوق ليفربول على بورمونث بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الخامسة من الدور الإنجليزي الممتاز وذلك في ملعب آنفلد وبهذا الفوز تصدر الرد جدول ترتيب الدور الإنجليزي بإثنتين عشرة نقطة مناصفة مع مانشستر سيتي وبفارق الأهداف بينما تجمد بورمونث في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب العام برصيد خمس نقاط فقط تقام الليلة مواجهة تجمع بين ريال مدريد وضيف إسبانيول ضمن الجولة السادسة من الدور الإسباني لكرة القدم وذلك على ملعب سنتياغو بير نبيو ويحل النادي الملكي الثانيا في جدول ترتيب برصيد أحد عشرة نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلون المتصدر حيث يسعى ريال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على البارسا بينما يبحث إسبانيول صاحب المركز الثانية عشرة بسبع نقاط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترسانة الهجومية المدريدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر